واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 615 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 446 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن كما تم ضبط قرابة 388 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أيضا قرابة 11 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 403 قضايا من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن فضلا عن 127 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط أربع قضايا في مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت 23 طن